احنا كنا عارفين كده هذا ما اوضحه لنا برنامج اسمه نجوم السماء فانا البرنامج ده بالنسبالي الكريزة بتاعة البرامج السنة دي احنا مش بنتفرج على برنامج تافة ولا برنامج اشتغالات احنا برنامج بنتفرج عليه كل نجوم من عندنا النجوم اللي طاف الزراف ضيوف هادا البرنامج البرنامج بيشجع على رياضة جديدة لم نكن نعرفها جيدا في مصر على الاطلاق يعني يعني ممكن اقولك مثلا انه صفر فاصل صفر 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 واحد في المية اللي عارفين ان احنا عندنا هذا النوع من الرياضة اللي هو القفز بالمظلات من الطائرات في مصر وبالتالي انا اشجعك على ذلك طيب وبعدين البرنامج بيوريك مصر الحلوة وجمالها وطعمتها مصر البهية يعني كما تصح الكلمة وتوضع في مكانها الامثل والاوضح مصر البهية عارف مصر يما يا بهية هي دي ده بجد ده البرنامج وبتشوف النجوم وبتشوف النما ازاي بقى صحة ما خليك اللي هينقطه ده يكون صحته في التمام طيب فوق كل ده البرنامج انتاج ايه المتحدة انتاج مصري مية في المية طيب المنتج مصري ماذا عن المخرجين مصريين ماذا عن المصورين مصريين ماذا عن المدربين مصريين ماذا عن فريق التأمين مصريين ماذا عن الطائرة مصرية ما كل حاجة في البرنامج ده من الإبرة هو بالتعبير الدقيق للطيارة بقى المرة دي مش للساروخ تعبير الإبرة للساروخ كان أيام الزعيم من راحل جمال عبد النصر من الإبرة للطيارة مصري أنت جيته شركة مصرية بعقول وبأدين وبإبداع المصريين إذن عشان كده لما بقولك حقيقي المتحدة أضفت لنا خلال السنين اللي فاتت دي إضافة أكتر من رائعة يبقى أنا حقيقي أنا أعني هذا الكلام وأدلل عليه بوضوح وتفضل دايما عندي إنحيازات ناحية البرنامج بتاع النجوم السم والاختيار بتاع السنة دي